ومن غازي عنتاب معنا الباحث الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر سيد فايز تحية طيبة لك خلال 48 ساعة ضربتان تستهدفان القاعدة الأمريكية في كونيكو في دائر الزور هل هذا يعني أن التصعيد في هذه المنطقة ما بين ميليشيات الإيرانية والأمريكيين عاد؟ صباح الخير أستاذ أرولا يعني يبدو أنه من خلال 72 ساعة الماضية أن الهدوء الحذر حقيقة بين ميليشيات إيران والحرس الثوري الإيراني في غربي الفراث أو ما نسميه بالبادية الشامية قد انتهى حقيقة منذ آخر اعتداء لاحظنا على القواعد الأمريكية في الأردن وسقوط ثلاث جنود أمريكيين كان هناك هدوء ولكن هذا الهدوء هو حقيقة هدوء حذر وذلك لقرب خطوط الثماس ما بين الطرفين يعني حقيقة لا يفصل بين القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية سوى سمير النهر إذن إيران قادرة بجميع الأوقات على تهديد القواعد الأمريكية حتى بقذائف الهاون هناك مسافة تصل إلى 2 كم وبالعمق بالتأكيد هي قادرة على تهديد القواعد الأمريكية بالصواريخ المنتشرة في غرب الفراث إن كانت الصواريخ القصيرة أو الصواريخ المتوسطة أو الطويلة أو حتى بطائرات لدرون حقيقة قادرة إيران على تهديد كل القواعد الأمريكية المنتشرة في شرق الفراث وحتى في قاعدة التنف نتيجة انتشارها الواسع على الأراضي السورية بالتأكيد القوات الأمريكية هي في حالة تأهب دائم وتأهب باستمر ونشرت منذ أيام أكثر من 140 برجا حقيقة على جانبي الفراث أو على الجانب الآخر لنهر الفراث لمراقبة التحركات الإيرانية بالقرب من سمير النهر نعم ما هو سر هذا التصعيد الإيراني حاليا ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها إيران إلى أمريكا الآن وما الذي تريده يعني بالتأكيد إيران تريد إخلاء الأراضي السورية والأراضي العراقية من القواعد الأمريكية هذا ما لاحظناه من خلال السنوات الماضية تريد التضييق حقيقة على القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا والعراق لإجبار القوات الأمريكية بالتفكير بالانسحاب خارج هاتين الدولتين وأن تصبح أراضي تلك الدولتين نعم سيد فايز ولكن هذا طلب إيراني منذ عدة سنوات لماذا هذا التصعيد الآن وهل هذه الرسائل الإيرانية انتقلت من اليمن بعد استهداف الحديدة إلى سوريا والعراق؟ لا بالتأكيد أستاذ أرولا يعني الاعتداءات الإيرانية حقيقة أو الاعتداءات الإيرانية من خلال الحوثينيين في اليمن أتت بعد حوادث غزة وبعركة غزة ولكن هي الفترات طويلة حقيقة للاعتداءات الإيرانية على القواعد الأمريكية إن كان في سوريا والعراق بالتأكيد هي مثل ما قلنا رسائر استفسازية من قبل إيران وحقيقة الرجود الأمريكية تكون تحذيرية ولكن لماذا هذا التصعيد المفاجئ الآن هذان اليومين رغم أن شاهدنا أنت ذكرت بالبداية شاهدنا نوع من الرواق يعني ممكن وصفه أو الهدوء النسبي في الأشهر الماضية نعم هناك هدوء حذر يعني بالتأكيد إيران وراء هذا الهدوء الحذر بالتأكيد الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق لا تتحرك إلا بأوامر إيرانية اهدأوا اهدأوا صاعدوا صاعدوا بالتأكيد الأوامر تأتي من الحرس الثوري ومن الجانب الإيراني باتجاه القواعد الأمريكية بأوامر إيرانية وبالذات من الحرس الثوري الإيراني نعم سيد فايز أنا سؤالي لماذا التوقيت الآن الإيراني توقيت هذا اللي أنا أسأل عنه توقيت تصعيد حاليا لماذا بالتأكيد لا يوجد سبب مثل ما قلنا الاعتداءات متكررة أستاذة رولا الاعتداءات متكررة ولكن مرت بفترة كومون حقيقة هناك تغييرات على الجغرافية السورية هناك تنقلات نعم وضحت سيد فايز خلص شكرا لألك ولكن انتهى وقتنا كنت معنا الباحث الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر شكرا للمشاهدة